بعد أيام من تأكيد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوق اجتماعه بوفد أمريكي يضم شخصيات باكستانية ظهرت صور الوفد الذي كان ضمنها أعلامي باكستاني شارك في زيارة إسرائيل فيما أسماه التقارب الإسلامي اليهودي ما دفع الحكومة الباكستانية إلى إلغاء تعاقدها معه ومنعه من الظهور نهائيا على شاشته الرسمية لكنه يزعم في هامش دفاعه عن نفسه أن مقام به كان بتسهيلات حكومية حسب تصريح له لست وحد الذي ذهب إلى هناك ولا أستحق كل هذا العمل ضدي أنا ومثل صحفيون آخرون ذهبنا وهناك شخصيات محترمة كانت أيضا في هذه الرحلة التي جاءت من أمريكا لا من باكستان الحكومة ونحن نرفض هذا التحرك وخاصة أنه ذهب بجواز سفر باكستاني وهو ليس من الحكومة والتلفزيون الرسمي الآن ولا نقبله نهائيا الخارجية الباكستانية وفي بيان لها أكدت على عدم وجود أي تغيير في الموقف الباكستاني الرسمي من القضية الفلسطينية حيث يبقى حق الفلسطينيين في أرضهم والقدس عاصمة لدولة فلسطين أحد أبرز الأسس التي ترفض باكستان المساومة عليها أعتقد أن تحركا كهذا ما كان لينجح لولا دعم المؤسسات الأمريكية له وهي من أخذ الباكستانيين إلى هناك ويبقى الموقف الباكستاني من فلسطين وملفها ثابتا لا نقبل فيه أي تغيير بأي شكل من الأشكال وقد شهد الموقف الحكومي الصارم من تحرك شخصيات باكستانية وأخرى أمريكية باكستانية ترحيبا كبيرا في الأوساط الرسمية والشعبية والتي تعد تمسكا بثوابت الملف الفلسطيني الذي يعتبر باكستانيا قضية عادلة وأولوية لا تقبل التفاوض والتغيير يبقى الموقف الباكستاني الرسمي والشعبي مجتمعا على رفض التعامل بأي شكل من الأشكال مع كيان يحتل أرض فلسطين كما تؤكد باكستان أن أي حل سيبقى مرفوضا حتى يعطى الفلسطينيون حقهم مع بقاء القدس عاصمة أبدية لفلسطين وشعبها بكر يونيس إسلام أباد الميادين